دولياً وفي ملف الصحراء الغربية أودعت منظمات حقوقية دولية ستة شكاو جديدة ضد المغرب أمام لجنة الأمم المتحدة لمناهضات التعذيب بجناف تتعلق بتعذيب المعتقلين الصحراويين ضمن مجموعة قديميزيك وطالبت المنظمات الحقوقية الدولية بإطلاق صراح هؤلاء المعتقلين المدنيين الذين انتزعت منهم اعترافات تحت التعذيب مشددة على ضرورة احترام المغرب لقرارات لجنة مناهضة التعذيب والإفراج عن سجنائي قديميزيك